في تشبيه تاني كان موجود في أرمية سفر أرمية بيقول خطية يهوزة مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماء الماس ومنقوش على لوح قلبهم وعلى قرون ماذا باكم هنا أنا بصراحة استوقفتني الآية ده ليه؟ لأن إزاي أن الخطية بتبقى موجودة في السجلات السماوية وفي نفس الوقت هي موجودة جواي أنا على قلبي مكتوبة في قلبي فده معناها أنه لما أكون أنا بخطئ إلى الله بيبقى عندي مشكلة أنه أنا بتبقى جواي الخطية وببقى مش عارف أتخلص منها إزاي وبقى عايشها وبتبقى جوا قلبي فبحتاج أن حدي ييجي يقسل الخطية ده يتمن جوا قلبي وأنه هو يطهر قلبي عشان أقدر أرجع تاني يكون ليه قلب ينبض قلب مش حجر قلب لحم يقدر أنه هو يتعامل مع الله مرة تانية ما فيهوش خطية الله مش بتعامل مع الإنسان وهو جواي الشر والخير لكن الله أما بيجي يخفر الخطية بيعمل عمل إلهي في الإنسان وأرمية بيتكلم عن هذا الموضوع طبعا قبل السبي وعم بيوضح خطايا يهوذة يعني خنقول إسرائيل وعم بيظهر هذه الخطايا وعم بيعطى فرصة للرجوع والتوبة بس وصل الوضع إنه خلاص معاتش يعني الله الدمار جاي وبابل رح توخد المملكة الجنوبية وفعلا في سنة 586 أخدتها فعم بيشبه إنه الخطايا وصلت لوضع إنه منقوشة يعني النقش ما فيك تمحيها أو كلا خلاص يعني حتما إنه صار في إيش منقوش والخطايا واضحة جدا بالضبط فبالتالي إحنا دلوقتي إحنا لو إحنا جونا هذا النوع يعني الإنسان ما بيوصل في تعديه على ربنا في إنه بالخطايا اللي بيتمادة فبيوصل إنه هو زي ما كتب الكتاب بيقول يشربون الإثم كلماء يعني مش حاسس إنه هو بيعمل حاجة غلطة وابتدت إن الأمور بقت طبيعية جدا إنه هو يخطئ إلى الله ويخطئ لنا فحق نفسه ويخطئ في الآخرين فده محتاج له شفاء إليه ده ما ينفعش أنا أجي أقول أنا هعمل شوية أعمال حسنة في المقابل فربنا يخفر لي ذنوبي ويكفر عن سيئاتي وهدخل الجنة إن شاء الله لا مش نتحدث ونحن نحكي عن الله القدوس هنا لا طبعا الله لا يشمك عليه الله ما بحدش بيتحك عليه ما ينفعش أنا أضحك على ربنا بشوية أعمال صلحة وأقول له أهو شوية الأعمال دخلني السماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر